فيه بقى أنا عايز دلوقتي نبدأ الأول نتكلم عن الجانب الإنساني في حياتي رسول الله عشان نحل مشاكلنا بيجي لي أسئلة مش عارفين نتعامل مع الشباب مش عارفين نتعامل مع ولادنا الشباب ليهم متطلبات هم بيفكروا بزاوية وإحنا بنفكر بزاوية تانية والشباب دول يا حضرات هم أمل الأمة وسبيل عزتها وسر سعادتها وكرامتها أولادنا دول عماد ظهورنا وثمار قلوبنا ده النبي عليه الصلاة والسلام كان عطم ساحة للشباب هو عشان كده احنا في بلدنا في مصر ليه كل شوية بتلاقي القيادة السياسية الشباب ومؤتمر الشباب وعندنا الشباب والشباب طبعا إزاي النبي تعامل مع الشباب خد بالك دولة أنا مش هجيب لقى الشباب انت هتقول للشباب عندنا نوعين فيه شباب بيسمع الكلام وفيه شباب مناشي فرقنا أنا بقى هجيب لحضرتك النبي ازاي تعامل مع الشباب اللي هما ما بيسمعوش الكلام مصر اللي بيسمع كده سهل هجيبه يعني هتقعد تناقشه وحتوصل معاه لحلول مشتركة إنما نيجي نقول لك ابني عنيد يا عم الشيخ يا ابني صلي بيصليش يا ابني ما بيعملش نيجي نتناقش معاه ما بيتناقش أقول له شرق يقول غرب يمين يقول شمال طيب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن ما هو في كل زمان يا حضرات أصل فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني الشباب أيام النبي والشباب في عصر التابعين الشباب في الدولة الأموية الشباب في الدولة العباسية الشباب في الدولة الفاطمية الشباب دلوقتي ما كله شبه بعضه فطرة الله التي فطر الناس عليها عايزين نعرف أول جانب من الجوانب الإنسانية في شخص رسول الله كيف كان يتعامل مع الشباب كإنسان ولا هو النبي كان بيتعامل بسلطة دينية أنا رسول الله واللي مش اسمع كنا ما يخش جهنم وهيروح مش عارف لا 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 يخش يتعامل كده ده النبي بيوحى إليه النبي يأمر فيطاع إلا إن احنا بنلاقي النبي كم بياخد ويد معاهم ما تستعجلوش على رزقكم حاولوكم همزج دلوقتي عشان هو في بيت ما فيه الشاب واثنين وتلاتة في عيلة ما فيها الشباب في مؤسسة في مكان ما ما فيها الشباب ما احنا القناة القناة هنا ما فيها شباب كيف يتم التعامل معهم في وزارة من الوزارات ما فيها الشباب طبعا الشباب ده ده هم هم أمل الأمة كلها في الشباب تعالوا شوف النبي عمل ليه عليه الصلاة والسلام أول نموذج معنا الشباب اللي انت بتقول ايه مش عاجبوا حاجة وبيتريأ بيستهزأ أنا بقى حاجب لك مثال عجيب الشكل النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة يوم الجمعة عشرين رمضان سنة تماني هجرية وقعد في مكة حوالي عشرين يوم بعد فتح مكة وهتقول لي كان قاعد فين هقول لك كان قاعد في خيمة عمل خيمة اللهم ما صلي عليه الخيمة دي لما يفتح كده يطل على قبر السيدة خديجة كان يحب خديجة جدا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كده توجه من مكة الى حنين كان فيه قابلتين بيحربونا اسمهم هوازن وثقيف وادي كبير او اسمه وادي حنين عشان كده الغزو اسمها غزوة حنين بعد فتح مكة بعشرين يوم رجع من غزوة حنين على مكة يا بلال اذن النبي كان له اربع مؤذنين يا حضرات يا بلال اذن يعني في اللقطة دي بلال اللي موجود عارفين بلال طبعا بلال ابن رباح رضي الله عنه مؤذن الرسول والمؤذنون هم اطول الناس اعناقا يوم القيامة فبلال بيأذن عن بك كعبة وييجي يا سيدي خد بالك بقى من اللقطة دي بقى شعيرة بتقامه شعيرة الازن ده شعيرة واذا سمعتم ان ده خلاص كله ساكن فقوله مثل ما يقول المؤذن ويطلع شوية شباب يا حضرات في سنة 16 سنة وعملين يتريأوا ويستهزأوا بالازن اظن يعني الاستهزاء بالشعائر الدينية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم القرآن بقول كده يعني حد يستهزئ بالقرآن بكلام سيدنا النبي بشعيرة ازاي يعني فالنبي شاف المشهد ده يعمل ايه اللهم صلي على سيدنا النبي شوية شباب وبيتريأوا وبيستهزأوا بالأذان وبلال بيأذن وهم عملين يقولوا كلام بلال على سبيل السخرية اللي هو كلمات الأذان فبعد ما بلال خلص طبعا أي مجموعة شباب خد ذلك الشلة بتاعت ولادك بتلاقي ليهم كبير بتاعهم هم بيبقى مختارين كده مين البص بتاعهم في المسألة مين اللي مؤثر على الولاد دي اللي يقول يلا نخرج تلاقي كله هيخرج لا بلاش خروج النهاردة خلاص كلهمش هيخرج النهاردة الشباب بيحرقوا بعد كده فالنبي عليه الصلاة والسلام شافهم جابهم قال لهم قديه أنت صوتك حلو منهم شاب اسمه أبو محذورة أبو محذورة كان 16 سنة النبي قال له أنا سمعت صوتك أنت صوتك جميل قوي سمعني صوتك كده فاتكلم قدامه النبي قال له أنت صوتك جميل خالص تعال قرب قعد قدامي وقام النبي مسك إيده عليه الصلاة والسلام بإيد النبي حطتها على نصيته بعد يمسح نصيته كده نصيت مين الشاب ده وبعدين النبي شال إيده عليه الصلاة والسلام يده في الشريفة وحطاه على صدره صدر الشاب ده وقال اللهم بارك فيه اللهم بارك فيه بارك فيه ده غيرنا قال الله خرب بيته ده يروح جهنم الله يلعن صح؟ في كل كتاب إزاي يستهزئ واحدة واحدة بالراحة بالراحة النبي قال اللهم بارك فيه واهده إلى الإسلام وده بعد يتكلم معه شوية الشاب لان خالص كده فالنبي قال له قول اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله باتسامة النبي الجميلة قال له إيه رأيك بقى انت صوتك حلم لحدش هيأذن غيرك خلاص انت هتبقى المؤذن وانا اللي هعلمك الأذان قول وراي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الأذان بتاعنا تمام كده لحد لا إله إلا الله تمام قوله راجعوا معايا كده راجع الأذان فرحان قوي بقى قيادة بقى هينسي القيادة هو قال له يلا اذهب عند البيت الكعبة وأذن وصوته حلو وأذن ومن لحظتها صار مؤذن الرسول في مكة واللي مسؤول عن الأذان في مكة يا ونسله توارثه الأذان أولاده أحفاده حتى في كتب التاريخ يقولك لحد زمن الإمام الشفعي الإمام الشفعي ده مولود سلاثنين وخمسين هجرية يا لحد عهد لحد قرنه شوية من الزمن عيلته بيأزنه مين ده أبو محذورة اتقلب خد الشاب بهدوء كده وطيب خطره وطبطب عليه وبين له إنك واقف في صفه مش عكسه وبين له إنه هو عنده طاقات جبارة وعرفنا يا قل لنا انت جميل خالص عشان كده دي أول سنة من سنة رسول الله أعودوا مدحو في ولادكم قل لابنك انت جميل ما شاء الله على فكرة يا ابني أنا في سنك ما كدتش كده انت إمكانياتك أعلى من إمكانياتي انت درستك ما شاء الله انتوا انتوا ما نهيكوا حتى مختلف عننا مش عقود أقول له انتوا وانتوا جيل هينفع انتوا ما شفتناش إحنا زمان إحنا قاعدة أمجد في بطولاتي وأنا البطل وأنا العالم العلامة البحر الفهمة اللي ما فيش زي وانت هتنفع إبقى قابلني لو نفات ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش يا جماعة لازم نسني على أولادنا ولازم نعلمهم كلام حلو وانت فعلا انت يا ابني انت انت تستحق انك تبقى قائد انت عارف يا ابن أنا لما بخرج من البيت أنا ببقى متطمن أنا سايب ورايا راجل كبري ابنك يا حاجة هتلاقيه كبر تعجيش الصغاري في ابنك وتحسسينه كم مهمل تحسسينه بيفهمش أي حاجة ربما يكون بعض الشباب شايفني دلوقتي ايوة يا شيخ قولهم كمان انا مش عارف ده بيعتبروني عائلة صغيرة ده بياخدوش رأي في اي حاجة